من القمار إلى القوادين القوادون على علاقة بمرجعيتنا المقدسة وأشهر القوادين وشيخهم كبير القوادين في العراق الحاج حمزة الشمري نذهب إلى هذا التقرير من البي بي سي عربي هذا هو فندق فلسطيني الدولي في بغداد هذا الفندق فيه تم اعتقال أكبر زعيم مافيا في العراق والقول للحكومة العراقية ضمن حملة وصفت بالأكبر في تاريخ البلاد ضد مافيات الرولت والقمار والدعارة وتجار المخدرات الزعيم المعتقل هو هذا الشخص حج حمزة الشمري والذي يقال أنه كان يسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات لإضافة إلى عملية غسيل الأموال هذه صورة أثناء اعتقال حمزة مع أشخاص آخرين في فندق فلسطين الحملة قامت بها مديرية أمن الحجر الشعبي في أماكن متفرقة وقالت في بيان لها أنها كانت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإلى جانب حمزة الشمري قالت المديرية أنها اعتقلت 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحجر الشعبي ويمتلكون هويات مزورة وإنهم ورطوا الشباب بتعاطي المخدرات والقمار من أجل كسب ملايين الدولارات يومية وأضافت أنه تم تسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء أثار توقيت الحملة استغراب بعض العراقيين فحمزة معروف منذ سنوات على أنه رجل أعمال في المجال السياحي وكان له لقاءات مع سياسيين ورجال دين مثلا هذه الصورة التي نشرها على صفحته في السابق يقول أنه التقى بمكتب المرجع الشعي محمد طاهر الخاقاني وصالح الطاهر أهداه سيف الإمام علي دفقار كما يظهر في هذه الصورة وفي هذه الصورة تكرمه حنان الفتلاوي النائب السابق في البرلمان ورئيسة حركة إرادة ها هي هنا تقف مبتسمة في هذه الصورة وبحسب الإعلام المحلي كان حمزة معروفا للجهات الأمنية لكنها لم تكن تستطع أن تعتقله لارتباطه ببعض فصائل الحشد الشعبي علق العراقيون مشاهدين على اعتقال حج حمزة على وسائل التواصل هذه بعض من التعليقات سرهن يقول لقبه حجي لأنه رالي الحج اسمه حمزة تيمن باسم الإمام حمزة والمهنة نعوذ بالله عبدالخالك كريم صالات رالي حج حمزة واحدة من أكبر منافذ تبيض وتهريب الأموال لهذا سيشتهد الكثير من الساسة واللصوص في الدفاع عنه مريم محمد تغرد السؤال المهم هل بدأت حرب المافيات وتصفيات بين المتصدرين ومتنافسين على احتكار هذه التجارة ولمن ستكون خلافة حج حمزة في قيادة هذه التجارة عادل يتساءل ويقول كان الأجدر بالأجزة الأمنية انتظار عودة الحجاج وبعدها يعتقلون حج حمزة لأن أغلب أصدقاء هناك يقول متابعون مشاهدين للشأن العراقي أن اعتقال حج حمزة جاء بضغطا من رئيس الوزراء عادل عب المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري البعض الآخر ربطه بعملية هروب 15 سجينا متهمين بالاتجار بالمخدرات من سجن القناة في بغداد قبل أيام وقالوا أن رفاقا لحمزة كانوا بين الهاربين وأنه هو من دبر عملية التهريب بالتنسيق مع جهات أخرى صور للحج الفاضل الموقر حمزة الشمري الصورة الأولى هذا خبر عن أن آية الله العظمى الشيخ محمد محمد طاهر الخاقاني وكذلك المرجع الشيخ صالح الطائي أرسلوا وفدا لتكريمه لتكريم الحاج الفاضل الورع التقي حمزة الشمري الشمري رجاء أن اعرضوا لنا صورة الخبر هذا هو الخبر تحت هذا العنوان تكريم رجل الأعمال العراقي هو هم عنده أعمال هي أعمال هذه الأعمال مرة يصير من فوق مرة من جوه وعادة المرجعية تهتم بالأعمال اللي يصير من جوه تلاحظون على طول البرنامج اهتمامات المرجعية بالأمور اللي يصير من جوه مرت علينا فتاوى مراجعنا العظام واحد يلعب بحواج الثاني لواط صناعي زنا صناعي إلى غير ذلك المرجعية المقدسة الشريفة تهتم بالأمور الجوانية تكريم رجل الأعمال العراقي اللي هي من جوه الحاج حمزة الشمري من قبل المرجعية بسيف الإمام علي زاره وفد من مكتب المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني والمرجع الديني الشيخ صالح الطائي أدام الله ظلهم إلى بقية ما جاء في الخبر حيث أن الوفد قدم هدية للحاج الفاضل الموقر حمزة الشمري وهي عبارة عن سيف الإمام علي عليه السلام وكتاب معالم الإيمان في تفسير القرآن رجاء اعرضوا لنا الصورة التي رافقت الخبر هؤلاء هم جلاس في مكتب حج حمزة إنه الوفد القادم من النجف من المرجع الخاقاني ومن المرجع الطائي اعرضوا لنا الصورة التالية هذه هي الصورة الرابعة في تسلسل عدد الصور الذي سأعرضه بين أيديكم الصورة الخامسة هذا هو سيف أمير المؤمنين قطعا أمر رمزي تمثيل لسيفه لسيف سيد الأوصيع هدية من النجف إلى الحاج الفاضل الموقر حمزة الشماري نذهب إلى الصورة السادسة الكتابة واضحة وبين ونذهب إلى الصورة السابعة هذه صورة للموقع الألكتروني للمرجع الخاقاني والتي بعدها للموقع الألكتروني للمرجع للمرجع أطائي والتي بعدها هذا هو الحاج حمزة مع حسين الصدر ليس الذي في الكاظمية وإنما كما هو متعارف فيما بين الآخنديين يقولون عنه حسين الصدر الكرادة الذي في الكاظمية هو حسين إسماعيل الصدر أما الذي يظهر في الصورة هو حسين هادي الصدر إلى الصورة التي بعدها مع حنان الفتلاوي وإلى التي بعدها في بيروت للترويج لنوري المالك في الانتخابات والتي بعدها والتي بعدها إذا كان هناك من صور أخرى فاعرضوها لنا ما كتبه حمزة الشمري رجاء اعرضوا لنا النص الذي كتبه بخصوص المالك سأقرأ عليكم لقد كان للعرس العراقي نكهة مختلفة من خلال جمع الشمل لأخوتنا وأبناء عمومتنا من أبناء العراق المخلصين لاختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات 2014 وقد تتوج صبرهم خيرا من خلال حنة أصابعهم مجتمعين لانتخاب القائمة الذهبية 277 إنها قائمة المالك بمن فيها وفي مقدمتهم ابن العراق وأبو الفقراء نور المالك مستقبل العراق والعراقيين ومصدر إلهامه حمزة الشمر يتحدث ويعرض وثيقة من أن المرجعية في النجف تدعمه وتؤيده وتسانده طبعاً أنا هو يقول ينتمي للأحزاب أنا أشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة أنا أولاً أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف للأشرف لكوني أنا أدعم الجرحة والشهداء وعوائلهم بالفلوس بالمال واللي ما عنده بيت أنا أروح أبنيه لبيت ويمكن والله العظيم يمكن إذا أقل كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف معناقة مرجعية النجف بالقوادين مرجعية النجف تحارب قناة القمر إحنا لو ندري القوادة نافعة بهذا الشكل اشتغلنا بها إن شاء الله بس إحنا ما موفقين ما صرنا قواويد حتى تدعمنا المرجعية مشكلتنا قمنا نشتغل بحديث أهل البيت وإلا لو صار قواويد جاء المرجعية دعمتنا مو يوميا صانعين مؤامرة صدقوني المرجعية السيستانية يوميا تحوك لنا مؤامرة وسأحدثكم سأحدثكم عن هذا في الموضع المناسب من الحلقات القادمة موسيقى